المكان هنا ليس مهجوراً بل هو أحد الأسواق الشعبية في محافظة بابل أو ما يعرف بسوق علاء القاضي إذ يعتبر هذا السوق هو المكان المخصص لمحلات القصابة وبيع الأسماك والدجاج ويعود تاريخ إنشائه لسبعينيات القرن الماضي والغريب أن السوق يحوي شقق سكنية لأكثر من أربعمائة عائلة تشكو من تجمع النفايات والمياه الأسنى التي باتت تؤثر سلبانا على واقع العوائل هذا السوق يأزجد من 12 مهنة كلها وصغة فهي المال ما عليها مراقبة لو أكو مراقبة من مديرية بلدية بابل وغرامات عليهم كان ما سأوهيش ما يذبون والتراقب وشوف السوق واطلع عليه تابع أبو الدجاج يذب أبو السماء يذب القصاب يذب فما أكو مراقبة هنا أنا أكو أموال 2 مال بلدية هنا أنا فقط لا أكو كابسة هنا أنا مخلينا على مود ما الله يجيب النفايات يذبن بالكابسة فهذا اللي قاعد يصير هذا دي شوف أطلع على السوق وشوفه يعني حتى أشكال بي السوق تلقي أمراضة تكرم الجرحة دي الكلاب السائبة البزازين السلابية حشكال بالنسبة السوق على القاضي السوق متعدد المهنات بي فهذا السوق النفايات المتوسك لها سبب المحلات فحاليا هذا السوق يعني جقد ناشدنا الحكومة ناشدنا هو يعني ما أكو أي حل فترة إجاب مدير أقسم لحد البارحة حاجت على مدير بالنسبة للحاوية على مدير النفايات قلت لها سونا حل لهاي ستارف قال لها ما بيدي شيء بحل بديكم أنتوا حاجوا المحلات قلت لها الحل محلات ما لا علاقة بحل بديكم أنتوا سلطة الأعلى لأن دائما يصير مشاكل أذية علينا الريحة يعني متأذين بيها والعوالي متأذية بيها كلها فأكلها أمراض تدرن وغيرها وغيرها يعني اللي يجيب رعيان اللي غيرها فأشكال اللي تجي مديرية بلدية الحلة أكدت أنها ملتزمة بشكل مستمر بتنظيف السوق بشكل يومي إلا أنها حملت أصحاب محل القصابة والمطاعم مسؤولية تدهور الواقع الخدمي للسوق بسبب رمي فضلات اللحوم وجميع النفايات في الأماكن غير المخصصة لها متواعدة للمخالفين بعقوبات رادعة تصل إلى غرامات مالية وإغلاق للمحال فيما يخص سوق علاء القاضي هو من الأسواق الجدا مهمة في مدينة الحلة يحظى باهتمام كبير من قبل كوادرنا في أعمال التنظيفات رفع النفايات تجريف الأطيان لنتعرف حضرتك هو السوق تركيبة السوق هو عبارة عن محلات مخضرات وقصابة هذا يحتم على البلدية تقديم الخدمة باستمرار للسوق لمنع تراكم النفايات وبالتالي انتشاوي الأمراض والأوبئة للأسف هناك تعدي من قبل أصحاب السوق برمي المخلفات في فتحات تصريف المياه هذا العمل يضطر عامل النظافة إلى تنظيف فتحات تصريف المياه وهذا ليس عمل عامل النظافة هذا من اختصاص مديرية مجاري بابل الإهمال وعدم المتابعة من الحكومة المحلية في بابل جعلت العديد من الأسواق الحيوية تغص بالنفايات والمياه الأسنا التي تسببت بانتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة بين أفراد المجتمع من محافظة باب العلياس قناة وطن الفضائية